نبدأ نعرف الفيتامينز هي اي او الفيتامينات وفويدة اي للجسم خلينا نتفق كده في الاول ان الفيتامينات دي حاجة جسمه ما بيقدرش يخلقها الجسم بيحصل عليها من الامتصاص سواء من الاكل او من الادوية اللي احنا بناخدها الفيتامينات دي من ضمن الحاجات الحلوة خالص اللي بتخلينا نساعدنا في امتصاص الاكل بتاعنا لان لو انتي ما اختيش الفيتامين دي او الفيتامين ما ادرتش يعني تشتغل في جسمنا وتمتص الاكل هنبتدي نعاني من أمراض كتير زي ما انتي قلت كده وهناخدهم على حدة بعد كل شوية ناخد حاجة حاجة عشان الناس بقى تبدأ تاخد بالها ايه أنواع الفيتامينز كل نقص في فيتامينز دول ايه اللي بنعاني منه نتيجة للنقص ده الفيتامينات مسؤولة كمان عن بون الخلايا الانسجة والتأمها ان هي بتساعد انزيمات معينة في الجسم ان هي تشتغل انتي عارفة اي معادلة كيميائية بيبقى مركب زي المركب وبعدين في الاخر يديني مركب بيبقى العامل الحفز او اللي بيفع على المعادلة دي هو الفيتامين بتساعدنا كمان في ان احنا نبتدي نقوي منعاتنا لان البناء ادم ككتلة واحدة مش بس خط الدفاع بتاعه الدم انتي عارفة ان خط الدفاع بتاعك الجلد وبعدين الدهون وبعدين العضلات وبعدين العض فكل حاجة فيهم الفيتامينز خط الدفاع طبعا انتي لما تحب يتخذي حقنا مثلا تخذيها في اين في الحقن الى بتاعة الحديد مثلا والحقن بتاعة الكالسون بتتخذ تحت الجلد في الطبقة بتاعة الفات حتى في التجميل لما بنيجي نعمل تجميل بنحن الطبقات ديات علشان نبتدي نقلل احجامها او نقلل السمك بتاعتها خلينا بس نتفق ان كل حتة في جسمنا محتاجة الفيتامين بتاعتها عشان يشتغل صحيح طفعنا الفيتامينات انواعها فيه نوع بيدوب في المياه وفيه نوع بيدوب في الدهن الاغلبية بيدوب في الدهن الأغلبية اللي هم الألف والكاف أنا هنقولهم بالعربي علشان الناس تبقى حفظة طيب، إحنا هنقولهم بالعربي والإنجلش علشان العارفهم بكده بالذات كده الألف والكاف والدال والهه دول في الدهن الجيم والبه اللي هو الجيم اللي هو الـ C اللي هو فيتامين C اللي هو مرتبط على طول بالمناعة وإن كان دي حتة برضو مش مزبوطة الجيم والبه بيدوبوا في المي طيب كويس ان انت قلت كده يا دكتور مينا فايدة دقاء احنا نعرف المعلومة دي ايه تمام ساعات كتير احنا بناخد فيتامينات مش في محله يعني ما بابقاش مشخص العيان بتاعي ودي له فيتامينات مثلا مثلا عيان بيعمل دايت او بيعمل نظام رجين وما بياخدش دهون كتير خالص فلما ادي له فيتامين او ادي له ادوية فيها فيتامينات ما بتدوبش في الدهون او بتدوب في الدهون ما بتدوبش في المياه مش همتصها مهما بياخدش ده فاحنا عشان كده ابتدت الشركات تخلق الفيتامينات تدوب شوية في المياه علشان تبتدي تساعد في امتصاص السؤال بقى برضو فيه سؤال مهم عشان كده الفيتامينات بتتخذ بعد الاكل طيب السؤال المهم حضرتك قلت ان دول الف وكاف ودال وهي بيدوبوا في الدهون ده لو انا باخدهم مكملات ولا برضو لو انا باخدهم بصورة طبيعية يعني ده بينطبق على ان انا برضو لو باخدهم بصورة طبيعية اه بالضبط كده لو انا باخدهم جوه الاكل لو بيحصلهم امتصاص من الوجبات اللي انا باخدها هو قريدي بيشتغل جوه المعدة وجوه الامعاء وبيحصلهم امتصاص احنا بس عايزين نعرف ان الفيتامينات دي الجسم ما بيخلقهاش دي بلي لازم يحصل عليها سواء من الاكل اللي انا اكلته او من البرشام او اللي هو الادوية اللي انا هبتدي اتناولها مع ده فيتامين واحد بس اللي هو دال دال هو اللي بيتكون في الجسم بيطلع باشعة الشمس اللي هو مسؤول عن تكوين العظم واستقطاب الكالسيوم والفسفور علشان يقوى العظم وميحصلش هشاشة وليه اعراض كتير اللي هي الموضة بتاعد دلوقتي تمام يعني انا بخدهم طبيعي كده كده هيمتصوا كده كده سواء انا بيدوموا في الدهون او في الميا لا يعني هيمتص ده بيحصلت جوه الجسم ده سيستم الهضم الغذائي اللي هو التمثيل الغذائي في جسمنا ده قريدي الجسم بيحصل على الفيتامينات دي بس الساعات بيبقى حصولي على الفيتامين من الاكل نتيجة سوق التغذية قليل فالعملية دي بتقف فبنتر ندي مكملات زي بالزبط ماما وهي حامل هي حامل الاكل اللي هي بتاكله مهما حصل انا نفسي مسدودة مش قادرة اكل بترجع طقتها قلت تحتاج تاخد مالتي فيتامين بالزبط دكتور النيسة بتاحها بيكتبه لها علشان تقدر تعود ده ليه هول البيب يعني الميتامينات متعددة بقى علشان زي كورس كده ان هي بيحصل لبقاش نقص وحاجة في الفترة ده حقيقي حتى احنا لما بنيجي نقول للعيانين مثلا انت عندك نقص في الحديد فهنبتدي ناخد ايه هنبتدي ناخد كبدة في طفاح عسل اسود عسل اسود بتنجان عرفة الحاجات اللي هي فيها حديد ريدي الجسم بياخد المستقبلات اللي هو عايزها او الحاجة اللي هو محتاجها بس ساعات كتير ما تبقاش بالكمية اللي هو مطلوبة او الكمية الموافية للجرعات اللي احنا محتاجينها كل يوم زي مثلا الفيتامين ده لزا المهنيجي مثلا نكلم عنه كمان شوية انه بني ادم ما بيتعرضش للشمس ليله نهار ونهار وليله طب هينتج ازاي فالتدي العيان ده يعاني من قلم في العظم ومش قدري يقوم وإرهاق مستمر يعني كباعا ما يكونش عارف سببه ايه يعني هو يكون اخره هو لو تعرف دروبها ساعة تلت ساعة كل يوم الحاجة دي هتروح مثلا بلزبط كده زي ما هنيجي كده مان شوية كده ونتجي نحكي عن فيتامين فيتامين هنعرف ان ده لده مش بس عشان التعب والواجه ده ممكن يجيبكوا صاحة للاطفال للاطفال اللي العظام قبل بقى منتكلم عن كل واحد الواحد ونشوف نقصه بيعمل ايه ولو زيادة برضو بيعمل ايه طيب نقول امتى نلجأ للمكملات يعني امتى جسمنا ما يكونش قلت حضرتك حالة ان في وقت الحد بالزبط لكن الانسان الطبيعي امتى والاطفال امتى حس ان هو محتاج مكمل وامتى لا انا اعتمد على الحاجة الطبيعية اللي هي في الاكل الطبيعي الفيتامينز اللي موجودة في الاكل الطبيعي اللي بنأكل الخضار فكهة تمام عشان اقول ان انا عندي نقص فيتامين لازم هتزور شوية عليها اعراض يعني مثلا لو لقيت زي ما انتي قلت كده ضوافر بتادي تتكسر شعر بيقع بتادي يجي لي كرح في بقي لسيتي بتنزف منخيري بتنزف بقع في وشي ما بقتش اشوف كويس النظر بتادي يضعف ابتديت الاقي في ضوافري نقط بيضة ونقط حمراء استفرق كتير ده نقص فيتامين وده نقص فيتامين فمصدي ابتديت الاقي في البراز بتاعي دم ده نقص فيتامين اللي هو الكاف اللي هو الكي اللي هو احنا كنا بنتكلم عنه اللي هو فيتاميني كاف بالعربي كي في منه نوعين كيوان وكي تو في واحد بناخده كيوان ده بناخده من الخضروات الجسم بيمتصه من الخضروات والكي تو ده بيجي من الالبان واللحوم خاصة اللحوم الحمراء فتخيالي مثلا ان ساين هيظهر علي طفل مثلا عنده أنيميا أنا هعرف طفل أنيميا ازاي هو ما بيتكلمش او ما بيقولش انا هزلان جعان او دايخ بيسدي نفسه عندك الطفل من اول ما يبدأ من سن سنة سنة وشوية لغاية سنة ثلاث سنين الطفل اول ما طقته تقل قريدي بيبقى عنده أنيميا بس الطفل ما يقدرش يعبر عندها الأنيميا من الحاجات اللي بتسدي النفس يعني اول ما احس ان هو الشهية بتاعته قلت بزرط كده ماذا كده في مشكلة في نقص في الفيتامينزو يعني ايه حاجة اه ما هو الحديد بقى مثلا ما هو تعليم تفق هو الأنيميا دي مش فيتامين الحديد مش فيتامين اه انما الحديد عشان يمتص محتاج فيتامين سي اللي هو جيم اه اللي هو الناس كانو نحن نحن نحكي عليه ان هو بس خاص بالمناعة او لو عندي انفلونزا انت لازم تاخد فيتامين سي اه بالضبط خالص فيتامين سي رقم واحد في الطايتل بتاعه زي ما قلت لك كده إنه بيساعد الحديد يمتص ما احنا قلنا ان الفيتامينات دي وظيفة ان هي تشاعد الانزيمات ان هي تشتغل وتساعد الجسم من يكمل التفاعلات الغذائية بتاعته أو المكملات بتاعته فتخيالي إنه لو بتاخد حديد من غير فيتامين سي منوش أي افكت يعني عشان كده الناس اللي تاكل مثل يعني الحديد مش هيتم امتصاصه بسرعة كافية من غير فيتامين سي من غير فيتامين سي مش هيتم امتصاصه وعلى فكرة الشركات التادي تعمل ده التادي تنزل أدوية بدون ذكر أسامي بينزل معها جزء من الحديد مختلط بفيتامين سي زي مثلا زي الناس اللي بتيجي تقعد تاكل مثلا زبادي بعسل سود هو أنت عشان تمتص الزبادي بالعسل سود حضرتك محتاجة تعصري كمان نص لامون علشان الحديد اللي موجود في العسل والكالسوم اللي موجود في الزبادي اللي اتنين أملح موجبها يعني ده موجب وده موجب اللي اتنين دول هينفروا بعض فالجسم؟ أشوحالك أشوحالك أه يعني ايه أملح موجبها يعني مثلا الحديد اللي موجود في العسل اللي هو الرمز الكيميائي بتاعه اللي يكون موجب اتنين يعني دي الشحنة بتاعته والكالسوم اللي موجود موجب اتنين عشان أحول الحديد ده لموجب تلاتة لازم أحط عليه لمون عشان اللي اتنين ما ينفرش بعض اللي اتنين ما يطلعوش من جسمي يحصل الامتصاص للتنين الملحين الإيجابيين عارفة فكرة البطاريات موجب وسال بس أنا كنت علمي بس أنا عايزة أنا ده جزء في امتصاص الأكل والهط ان لو أكلت حاجة عارفة برضو حتى احنا في الأنظمة الغزائية لما بنجي مثلا نقول العيان في أنظمة طالعة كتير يجي يقولك إيه عايزة تاكل منجاية كل قدامها طمطنوية فالملحين ينفروا بعض فما تخزنش الملح بتاعها فهمها قصدي؟ عايزة تاكل جبنة رومي تاكل معها زاتون علشان كده الجسم زكي جدا في احتياجاته وبيعرف يختار ده الشركات نفسها تتطور من دوت وابتدينا نحط الحديد معها فيتامين علشان الفيتامينات كلها هي اللي بتأكتف الأكل بتاعنا أو هي اللي بتقول مين يتاخد ومين ما يتاخدش فيتامين مثلا زي فيتامين كي اللي هو كاف اللي فيه بيوصل لمرحلة من ضمن النقص بتاعه واني خليني مثلا يحصل لي دم في البراز بتاعي ده لو اتاخد لفترة مش محسوبة ده بيتاخد بالعدد وبالأيام والدكتور بيعمل تحاليل وبيبقى عارف الكلام اللي بيدهوله تمام هيعمل له فاشل كالوي فيتامين ويعمل فاشل كالوي بالضبط كده بترسط كده لو انا خدته بدون استشارة طبيب وخدته مع نفسي كده العدد غير معلوم من الأيام يعني المشكلة وعلشان كده الفيتامين بتاعتنا بيبقى فيه منها كاتيجري يعني بيبقى فيه منها شوية حاجات ما تناسب الأطفال وما يناسب الكبار وعلى فكرة اللي بيناسب الرجالة ما بيناسبش الستات في مصدي وما بعد سنة الأربعين وما بعد الخمسين وما يفضلش ان انا افضل اعتمد على الفيتاميات لوقت طويل لازم اسيب جسمي المساحة بتاعته انه يأكل كويس وانه يمتص ده احنا بنيديها كجزء مكمل غزائي عشان كده هو احد علاجات كورونا الجديد ايه يعني في البروتوكولات بتاعتنا ان احنا بنيدي الفيتاميات ومكملات غزائية بحاول اقوي جسمي انه يقابل المرض ده عشان المناعة تزيد كل ما هاكل كويس كل ما هيبقى نظامي كويس كل ما بعد عن التدخين الكحليات السمنة نظام الاكل الخاطئ الفستفود هيبتدي الجهاز الهضم بتاعي يبقى هادي خالص يعني ويبتدي يمتص عندك الاطفال من كتر الحلويات بيبتدي ممكن يوصل لمرحلة انه يعمل براز مدمم فالناس تقلق يقولك ده عنده نقص فيتامين كاف لا هو ما عندهش بقى نقص فيتامين كاف ده عنده التهاب في القولون والتهاب في معدته هو دوت اللي عامل اللون الاحمر او البليدنج اللي بيحصل فلازم نحصل موضوع تشخيص احنا لما بنتكلم للناس وبنستطيع نشرح لهم بنشرح لهم كده بس عشان الناس ايه تبقى واخد بالها اه وانا نظري داعف ليه عندي نقص فيتامين الف ده افكر شعر بيقع ليه فيتامين الف بس منفعش انا برضه اقول مع نفسي لا لا الصين ده هو اللي بيخليني او العرب ده بالضبط كده اروح وكش انما ما يعني معلكش نفسي اروح اقل الصيدالي يقول وانا عايزة فيتامين كذا عشان انا شعري بيسقط لازم اعرف وحتى لو انا عندي انيميا اعرف انه نوم من الانيميا عشان اعرف عالجه ازاي ما هو الانيميا توقع شعرك الغضة الدركية توقع شعرك ما هو الغضة الدركية توقع شعرك بفيتامينات بقى فيتامين كانت بيقل معها الكالسوم شوية وفيتامين ده بيقل بتاع دوت فيتامين هي يوقع شعرك خالي فيتامين بي يوقع شعرك فاذا انا هاخد انا فيتامين فيه ما اروح اركز على ايه بس مش هينفع الف بس مش هينفع فالفيتامينات دي على قد ما الناس شايفها سهلة وهي مكملات غذائية لانك لما هتاخديها في محلها هجيب الايفكت بتاعها طب هو في حاجة اسمها ان انا اعمل تحليل مثلا اشوف ايه اللي عندي نقص ايه تحديدا في جسمي لكل الفيتامين اكشف على كل الفيتامين في جسمي واشوف انا عندي نقص ايه بالزبط بص ايه هو اه طبعا ما فيش حاجة اسمها اه ما عرفش احنا كل التشخيصات بتاعتنا حتى الدكتور انا لما بروح له بيبقى شاطر واستشاري وكبير مش بالنظر بس بيبقى معايا لازم انفستجيشن لازم يبقى معايا شوية تحليل واشعاعات وحاجات معملية يقدر يحكم بيها على العيان ما انا قلتلك ان انا مش معنا ان انا قلت بطني مجعاني يبقى انا عندي زيدة والد يبقى قولون والد يبقى مرارة صح فمش التشخيص الشكلي بس فلا طبعا فيش شوية تحليل ما انا لو عندي انميا يبقى انا هركز معاه على الحاجات اللي بيساعد فيها الحديد لامتصاصة يبقى هتديله فيتامين سي مع الحديد لو انا عندي نقص فيتامين كاف لاني زي ما انا قلت كده لقيت برضو فيه اناميا ولقيت فيه دم في البول ولقيت فيه همدان هتدي اديله الفيتامين بتاعه وفيتامين دال اللي هو الصيحة بتعديل الوقتي بتعمل التحليل بتاعه ونلاقيه نقص هتدي نعرف الواجع الغير مبرر الهامدان اللي تنوم الاعصاب كلها بصرف النظر عن اي تحليلات اي واحد عنده مشكلة في غضروف الام في العضلات ما بينامش كويس ما بيركس كويس ده نقص فيتامين به فاحنا قريدي بنبقى عارفين ده وبنقدر نعمله ده بالتشخيص طبعا طيب برضو يا دكتور كنت قريت مرة انه لو انا باخد مكمل كالسيوم مثلا ماخدوش مع البان او حاجة طبعي في حاجات مع بعض حسيت انه يعني الدنيا مش لايئة سويا يعني هو كالسيوم واللبر مفوت فيه كالسيوم ليه ماخدش المكمل اللي هو الكالسيوم كابسولات مع البان مفهمتش القصة دي انا هقولك بصي خلينا نتفق كده اي حاجة هنخلقها اي حاجة هنعملها مش طبيعية مش بتبقى هي الاصلية بتبقى الشبيه بتاعه يعني فيتامين سي اللي احنا بناخده ده مش هو اللي موجود في البرتقان وفي اللمون عارفك ده كلام علمي والناس عارف ده حمد اللي احنا بنعمله ده حمد شابه خالص بس مش مفروض انه بيعمل نفس النتيجة طبعا نفس النتيجة عالات الدوائية بتاعتها اي فدايما نقول اي خلينا في السيف سايت انت عارفة اي دواء اي شركة بتيجي تنزله بتروح من نزلة بيبر مثلا ولا 14 ورقة عشان تقولك اللي عنده كذا يحصله كذا كذا عشان مجيش واحد يقضيها بعد كذا يقولها انت اديتيني الدواء حصل منه مضاعفات فنفس القصة احنا عادة لما بنيجي ندي الدواء الدكتور بيبقى عارف الكلام ده زي ادوية مثلا مضادات الالتهابات في ادوية معينة مثلا مضادة للتورم والالتهابات لازم تتاخد على معده فاضية العين بقى يروح مشغل دماغه وحبتيني يقولك هتوجع لبطنه ودي ده وعضم هو الدواء مش هيمتص اللي هي المادة اللي فيها الفاكيمو تريبسل مش هتمتص حبيبي إلا على معده فاضية هو دكتور مش بيدولك كده رخامة الفيتامين مش هيمتص إلا لما فيه أكل احنا لسه بنقول أغلبه بيدوب في الدهن فلو حضرتك مش واكل مش هيجيب نتيجة فالما صدي حضرتك هتاخد مضادة حيوة على معده فاضية هتتعب بطنك هتوجعك حضرتك هتاخد مهضم وانت مش بتاكل طب هيعمل ايه فهماني فهي فكرة أخداني الدواء في حد زيته دي بتبقى الشركات عاملة بيها بيبر وعملة بيها شغل بتقول إن أحسن وقت الامتصاص الدواء حتى كابسولة الكالسيوم أو برشامة الكالسيوم اللي احنا بناخدها انتي ما بتخديش 10 أو 20% من قبلة البرشام ده حقيقة بيحصل امتصاص منها عشان كده احنا مش بنعتمد عالدواء بس بنقول العين اللازم تأكل كويس فمبيش حاجة اسمها هنباكو اللبن وزبادي كويس ويا دكتورو انا عندي نقص الكالسيوم ليه بقى فيتامين ده مش شغال ما مش متأكتب في جسمك ما بيمتصش الكالسيوم والفصفور فالعمل بتاعك فيها شاشة يبقى يا باشا هتاكل لبن وبيض وجبن وزبادي وهتاخد برضو كالسيوم فهمتي يعني الكصة كلها في التشخيصات زي ما نبتلك اللي هو هنعرف عندك ايه عشان نقدر نحديك العلاج طيب لو انا بقى يعني خدت الكالسيوم المصادر الطبيعية وبعدين خدت المكملات ده هيحصل تعارض بينهم او انا مش هستفيد لا لا مش هبافيش الكلام ده لو انت محتاجة الجرعات بتاعتك هتكملها من البرشامة الفيتامينات ما بتتخزنش على فكرة زي الحديد مثلا حديد ما بتتخزنش انت هتاخدي وعشان كده لما بناخد الحديد لوقت طويل بعد وقت بنبتدي نلاقي البروز لونه تلون بقى أسود لان الجسم ما بيخزنش حديد الفيتامينات ما بتتخزنش عشان كده بناخدها كل يوم نفيش حد اسمها هناخد برشامتين وهعود عليهم لاخر الشهر ما بيحصلش الكلام ده انت بتاخدي اللي انت محتياجات محتياجك في جسمك او الجسمك محتاجه في اليوم والباقي بيخرج طب افترضنا انا محتاجه كله هتخزنه كله